أهلا بحضراتكم من جديد ورجعنا لكم بعد الفاصل ومرحب ضفنا لنضمنا بعد الفاصل الكابتن عادل عبد المعطي مدرد منتخب مصر للطائرة جلوس وصاحب طبعا أحد كتيبة هذه الكتيبة العظيمة اللي حققت تاني عالم وبطوط أفريقيا ونجح تبتأهل لأولمبيات باريس عشرين وعشرين وعشرين وإن شاء الله وعدونا النهاردة بإذن لأنهم يبذلوا كسارة جهدهم للحصول على مدينة أولمبيا كابتن عادل أهلا بيك أهلا بيك كابتن عيس منوارنا وألف إنهم مبروك أنا سعيد والله بجودي مع حضرتك وطبعا سعادت الأكبر اللي أنا موجود أحب نادي في قلبي في العالم النادي الأهلي أنا سعيد زيك بلغتنا موجود بقرات النادي الأهلي والنادي اللي احنا بنعشاقه جد طبعا يعني سعادتك والله فخري لأن أكون أهلاوي وبعتزب ده طبعا منوارنا كابتن بعيد عن أي حاجة منوارنا كابتن أجل حضرتك إنجاز كبير بطولة تاني العالم وإنجاز كمان كبير بطولة أفريقيا والتأهل بدراعك يعني ما انتاش مثلا مستني حد يتأهل عشان انت تتأهل لا انت راجل خط تاني عالم وقلت عشان أكد تأهلي يا جماعنا شارك في أفريقيا وهناخد إن شاء الله أفريقيا يعني كلمني عن الإنجاز ده أكيد ما تحققش من صدفة وجيت نظرك إيه السبب الرئيسي لهذا الإنجاز أولا طبعا السبب الرئيسي كله طبعا في الأول وفي الآخر بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى بنعمل بالله إحنا بنشتغل وبنخلص في عملنا وبنعمل اللي علينا وبنسيب التوفيق لله سبحانه وتعالى وطول ما النواية خلصة فأكيد ربنا سبحانه وتعالى حيكلل دوت بالانتصار والجهد وده اللي حصل إحنا كل تفكيرنا داخل المعسكر اللي إحنا نشتغل بجدية عندنا هدف عايزين نوصله الحمد لله رب العالمين اللي عيبة كانوا رجالة اشتغلوا كل واحد بزل أقصى ما في وصع والحاجة الجميلة إن كل اللعيبة كانت على قلب رجل واحد ما حدش كان بيفكر مين حيبتد الماضش مين حيكون التبديل ما كانش فيه كلام دخالي كلنا كان هدفنا حاجة واحدة إن البطولة ملعوبة عندنا على الأرض مصر وما ينفعش اللي إحنا لما البطولة يبقى بالتنظيم دوت وبالإمكانيات ديت والناس كلها منتظرانا وإحنا ما نكونش الطرف التاني في المجارة النهائية ده كان الهدف اشتغلنا للهدف دوت بمنتهى الهدوء بدأنا المعسكر في القرية الأولوبية في الإسماعيلية بعيدنا خالص عن كل صخب منعزلين تماما بنشتغل ما حدش حاسس بينا لحد ما انتقلنا قبل البطولة للقاهرة وبدأنا البطولة وبيننا ناخد كل ماتش بماتش لحد ما ربنا قرمنا ولعيبنا المباراة القابلة النهائية طبعا مع بطل أوروبا ألمانيا ألمانيا ما حدش يسفه من ألمانيا خالص ما ينفعش أنا بلعب مع فرقة جديرة ده كل التوقعات ساعتها أننا كنا نخسر يعني أنا توقعت أنا على المستوى الشخص أننا نخسر من ألمانيا مهم جدا عشان في عوامل الفوز أنك تحترم خصمك وتكون عارف قدره كويس أوي ودوت بيبقى من المفاتيح اللي أنت هتكسب بها المباراة إحنا لعيبنا بهدوء شديد جدا بترجيز علي أوي بعدنا لعيب عن كل توطر إحنا كل طلبنا أن أنتوا تلعبوا لعبكم أنتوا لعيبة كبار أنتوا أبطال عالم أنتوا لعيبة يعني ما تقلش عن لعيبة إيران أو ألمانيا أو البوسنة أو كلام ده كله وبالتالي ابتدت لعيبة تركز وكان عندنا هدف وإصرار غير عادي اللي إحنا نكسب الماتش طب يا كابتن أكيد في تضحيات يعني أنت بتقول أن توحيد الهدف آه موجود الإخلاص النية موجود في الوقت اللي معلش خليني أتكلم بكل أمانة هؤلاء اللاعبين وأنتم طبعا بتطبع مدرب ومشف على المنتخبات مقابل يعني ما فيش يعتبر بس أنتوا بتلعبوا عشان خاطر اسم مصر والأنفسكم فالنهارده كلام ده يعني مفروغ منه ولكن النهارده أكيد كان في تضحيات الولاد دول بيشتغلوا وديرقوا متعيشهم الأساسية مش الرياضة خلينا نتكلم بكل أمانة وخلينا نكون صريح بشدة شغلهم سابوا شغلهم قعدوا فترات إزاي عملوا إيه يعني التضحيات اللي عملوها وحضرتك كراجل برضو بتاعش تغل يعني ضحيت إزاي وسبت ده وتفرغت ده حصل إزاي وتتحدكت إزاي وهل تقدرت من أماكن عملكو ألا لا هي طبعا يعني وكل واحد في لعيبة كتيرة طبعا مرتبطة بمكان عمل وأنا واحد بينهم وأنا بشتغل في إحدى المؤسسات الكبرى أحد بينكم ما قدرش طبعا نقول إسم وبالمناسبة دي أنا بشكر إدارة البنكة عندي على يعني مسندتها ليا ودعمها للمحدود إنه هو وفروا لي التفرغات ودو كان سبب رئيسي في استقراري وإن أنا أركز في عمل طبعا اللعيبة لو حنتكلم عن المقابل المادي يا كابتن هيسم المقابل المادي لا يضاهي إطلاقا الإنجاز الذي تحقق كون إن أنا النهار ده بقول لأول مرة في تاريخ اللعب إن منتخب مصري يلعب المباراة النهائية ويحصل على الميدالية الفضية فده حدث صغر عادي طبعا فالنهار ده أنا سايب التكريم وسايب الكلام ده كله للناس المسؤولة وأكيد هم شاهدوا بدوت وكانوا موجودين معنا وهم شافوا الجهد اللي تبزل وأنا واثق إنه هم حيكون في تكريم لائق بالفرقة دي لأن الفرقة دي واللعيبة دي تستحق التكريم وتستحق بجدد نحنا كلنا نحتفي بها ونحتفل بها خلينا أقول لك إن أنا بطالب يعني بقى خلينا أكون أكتر وضوحا إن هذا الفريق يكرم بشكل كبير جدا أتمنوا هذا وإنه أحدك عندك ثقة وأنا عندي ثقة كمان لأنه إنجاز بيتكرر وده أول يعني كررته تالت رابع ولكن أول مرة المنتخب ده ياخد تاني أبدا ده ما يقلش بالإنجاز لأنه أنت بتنافس دول أوروبية بتدي دعم كبير جدا لفرقها ودول في مستوى العالم فالنهار ده لا أنت النهار ده إن شاء الله يتستحق تكريم كبير إن شاء الله وأنا واثق 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 إن ده هيحصل إن شاء الله بس أفريقيا يعني النهار ده أنت طلعت لتاني عالم عشان تأكد أهلك لازم تروح أفريقيا وفرد عليك هذا القرار إن أنت أو اللوايح فرضت عليك إن أنت لازم تشارك في أفريقيا ترى است أفريقيا كويس رحت أبنى مطروح كنت تعرف مين الفرقة تقابلها ولا رحت هناك اتفاجئت الفرقة جديدة ظهرت على الساحة الأفريقية طبعا سؤال حديك مهم جدا أولا إحنا من 95 إحنا أبطال أفريقيا وتربعنا على العرش القر فأنا لما بروح أفريقيا أنا مش رايح عشان أنافس أو رايح عشان أنا أحاول إن أنا أخد لقب لا ده أنا رايح أدافع على اللقبي إن أنا أدافع عنه وبقالي أكتر من 20 سنة ده مصر فمصر لما تتحط قرية أفريقيا يبقى مصر بتتحط على القمة وكل أفريقيا مع احترام الشديد لها جدا تتحط وراء ترتيبها وراء ترتيب مصر فأنا كنت في يوم من الأيام أحد أعضاء الفريق والحمد لله كنت أحد أعضاء أول إنجاز تم الأفرة عربية في 95 فحتى كان فيه محادثة يعني قبل المباراة مباشرة ونتوجه للصلاة من الكابتن أيمال عفيفي وبيننا وبين اللعيبة واللي اتقال هما كلمتين إحنا منتخب مصر إحنا أبطال أفريقيا فلما أنزل ألعب المباراة النهائية بقول للناس كلها إحنا أبطال أفريقيا وده مش هنتنازل عنه وما ينفعش حتى يبقى الموتش سيجال بيني وبين الفرق أنا من أول لحظة أنا نازل بلعب كبطل الفرق كلها تهابني والفرق كلها تتعلم مني والفرق كلها تفهم يعني إيه البطل جاي النهاردة بيلعب النهائي فأنا بلعب مباراة يعني فعلا يمكن البطولة كلها ما عملناش اللي احنا عملنا في المباراة النهائية لها وضع خاص لها البطولة كانت في نيجيريا كانت في نيجيريا فعالم مصر دوت لما يتحط قصادك ده أهم من أي حاجة وكانت أجمل لحظة طبعا لما عزف السلام الجمهوري وده اللحظة بقى اللي انت بتنسى فيها كل حاجة اشتركوا في القناة